اشارة شهداء ونحو عشرين جريحا بتفجير ارهابي مزدوج في حي الميدان بدمشق القوات العراقية المشتركة تقطحي مناحية الرشاد وتواصل تقدمها في قضاء الحويجة تدريبات عسكرية ايرانية بمشاركة عراقية على حدود اقليم كردستان العراق في فقرة استراتيجيا نناقش ابعاد تحذيرات السيد نصر الله الاخيرة لاسرائيل واعتراف قادة تل ابيب بتعاظم قوة حزب الله للمرة الاولى في القارة الافريقية تركيا تفتتح قاعدة عسكرية في السومال اهلا بكم الى الميدانية من الميادين وفي ميادينها لليوم من الميدان السوري محمد الخضر من دمشق من الميدان العراقي عبدالله بدران من الزاب في محيط الحويجة ومن الميدان الايراني حازم كلاس من طهران ولمتابعة كل هذه التطورات ينضم الينا هنا في الستوديو العميد المتقعد محمد عبدالله اهلا بك ست العميد الان نبدأ مباشرة من الحدث السوري حيث استشهد في دمشق عشرة اشخاص واصيب نحو عشرين بشروح جراء هجوم انتحاري مزدوج في منطقة الميدان الى جانب قسم الشرطة وزارة الداخلية السورية اشرت الى ان ارهابيين فجران نفسيهما امام قسم الشرطة في حي الميدان ما ادى الى استشهاد عدد من المدنيين وعدد اخر من عناصر الشرطة والان نذهب مباشرة الى دمشق الى سوريا مع مراسل الميدين محمد الخضر للاطلاع منك محمد على كل التفاصيل المتعلقة بهذا التفجير الحصيلة النهائية للشهداء طبعا انت كنت في موقع التفجير قبل قليل وبإمكانك ان تحيطنا بصورة كاملة لما حدث نعم لانا في الواقع الحصيلة حتى الان عشرة شهداء بينهم ضابط شرطة وعناصر من الشرطة شرطة قسم الميدان جنوب دمشق وعدد من المدنيين المراجعين لهذا القسم قسم الشرطة وبعض المدنيين الموجودين خارج هذا البناء الواقع في حي الميدان حي الميدان هو حي شعبي حي تجاري في نفس الوقت وهو حي كبير للغاية جنوب العاصمة السورية التفجير جرى في الواقع عند الساعة تقريبا الثانية والنصف أو قبل ذلك بقليل عبر هجوم نفذه أربع مسلحين اثنان دخلا إلى داخل هذا البناء وقاما بعد استغلا لباس عسكري على ما يبدو للدخول والتمويه عن أنفسهما وبدأ بالاشتباك مع عناصر الشرطة داخل ذلك المقر وقام بتفجير أنفسهم أو نفسهما بالعناصر الشرطة وبالموجودين من المدنيين سمع المرة والأهالي المنطقة وحتى الأصحاب البقليات والحوانيات المحيطة بالبداية أصوات رشقات رصاص قبل سماع ثلاثة انفجارات متتالية أكبرها كان الأخير هو الانفجار الأكبر وكان تقريبا مواجه هذا القسم وهو الذي أدى إلى تحتيم تقريبا الواجهة لهذا القسم هناك ضحايا وشهداء أيضا بين المدنيين خصوصا نحن نتحدث عن شارع رئيسي المتحلق الجنوبي الذي يشترى العاصمة السورية إلى قسمين بالمعنى الجغرافي يمر من أمام هذا القسم جرى أيضا تفجير تحت ذلك المتحلق وأدى أيضا إلى استشهاد على الأقل شخص بدني على ما يبدو دفعته الحمية لإمساك بأحد الانتحارين فكان تحول أشلان هو وذلك الانتحار شكرا لك زميلنا محمد الخضر إذن مرسل مدينة كنت معنا من دمشق لذلك قتل 12 مدنيا معظمهم من الأطفال والنساء نتيجة قصف طائرات التحالف الدولي مدينة البوكمال وقرية في ريف دير الزور في سوريا وكالة الأنباء الرسمية السورية سانا نقلت عن طائرات التحالف أن هذه الطائرات استهدفت بغرات جوية شوارع عدة في مدينة البوكمال كما بلغ القصف بلدة في ريف دير الزور الشرقي متسببا بمقتل مدنيين إضافة إلى وقوع أضرار مدية وتدمير منازل عدة وبعد تحرير الجيش السوري مساحة واسعة من قرى ريف السلمية الشرقي شرق حما من تنظيم داعش اكتشف الجيش عشرات الأنفاق المنتشرة التي استخدمها داعش كمقار له ومخابئ لأسلحته بعيدا عن ضربات الطائرات الحربية مريم عثمان عشرات الأنفاق منتشرة ضمن مساحة كبيرة من القرى التي استعادها الجيش السوري في ريف السلمية الشرقي شرق حما أنفاق كان يتحصن فيها تنظيم داعش على مدار أربع سنوات من سيطرته عليها كل قرية يدخلها الجيش السوري بعد طرد داعش منها يعثر بداخلها على شبكة أنفاق كان يتخذها التنظيم مقار له ومخابئ لسلاحه بعيدا عن ضربات الطائرات تتنوع الأنفاق التي حفرها تنظيم داعش بين تلك التي يستخدمها كمقار لإقامته وغرف عمليات عسكرية وتلك التي جهزها كمستودعات لأسلحته وذخائره وصواريخه وهي بكل الضياع اللي عم ما نفوتها عم يكون هيك تحصينات ومترسين حواليه وبيعود أمير بداول مرضى هون الجرحة تبعاتهم معظم الأنفاق لم تتأثر بالضربات الجوية نتيجة تحصيناتها القوية وعمقها الذي يزيد على عشرين كيلو مترا تحت الأرض على الأقل وقد جعل داعش لهذه الأنفاق عدة مخارج تجنبا لأي غارة قد تدمر إحدى بوابات الدخول وتحاصر من بداخلها بعمل نوعي تم تنفيذ ضربات مدفعي وطيران ومن ثم هجوم بالدبابات والمشاد وتم إخراج داعش من المنطقة وقتل من قتل والباقي فر باتجاه بلدة أقيرباط وبعد استعادة الجيش مساحة كبيرة من ريف حماس شرقي أغلق معظم الأنفاق فيها بينما استفاد من البعض الآخر رثما يطرد تنظيم داعش من المنطقة بالكامل ولآن نناقش هذه التطورات مع سيد العميد دكتور محمد أعباس بداية فلنبدأ من التقرير سيد العميد فيما يتعلق بهذه الأنفاق والتحسنات القوية التي يتمتع بها داعش طبعا هذه المنطقة دليل أنها محصنة بشكل كبير لاحظة على الخريطة هذه الدائرة بالأسود الصغيرة نسبيا على الخريطة وهي ريف حماس الشرقي وريف حمص الشمال الشرقي هذه المنطقة لاحظة الجيش يقدمها بالتدريج وسبب استمرار سمود داعش في هذه المنطقة أن داعش أقامت عشرات الأنفاق طبعا هذه الأنفاق حسب التقرير أن بعضها 20 مترا تحت الأرض يعني 20 مترا تحت الأرض وليس هناك أنواع قضائف حتى طائرات ممكن أن تصل إلى هذا العمق لذلك هذه ساهمت كثيرا في سمود داعش في هذه المناطق مع أن الجيش العربي السوري اكتسح كل هذه المنطقة الحمر اللي حاول في هذه المنطقة حاول ريف حمص الشمالي وريف حماس الشرقي كل هذه المناطق سقطت لأنها مناطق كان فيها قرى صغيرة ولم تكن محصنة كما الحال هو في ريف حماس الشرقي هذه التحصينات أيضا تشير إلى نقطة أن الوسائل المستخدمة ليست وسائل بدائية يعني عندما نحفر أنفاق على 20 متر معناتها استعملنا وسائل تكنولوجية حديثة يعني أنه حصل الإرهابيون على وسائط إلكترونية وسائط حديثة للحفر وقيام وإنشاء الأنفاق لأنه ليس من السهولة بما كان قيام عشرات الأنفاق أو إنشاء عشرات الأنفاق في مدينة ب20 متر تحت الأرض بوسائل بدائية يعني بالمعوال وعلى مستوى فرد بدون شك استعملت وسائل حديثة وهذه الوسائل حصلوا عليها من الخارج حكما هلأ حصلوا عليها مباشرة أو استولوا عليها مبيخ التنظيمات التي كانت مصنفة معتدلة هذا السبب صمود وهذه ليست المرة الأولى التي يكتشف فيها أنفاق لماذا كلها كانت شبكة أنفاق ولكن هلأ أول مرة عم يتحدثوا عن أنفاق 20 متر تحت الأرض وهذه تصلح لغرف عمليات تصلح لتخزين الدخيرة تصلح للحماية من القصف الجوي حتى مرتبة يعني حسب ما شاهدنا على الشاشة طبعا بس هذه المنطقة يعني مثل ما شفنا أنه بالرغم من ذلك الجيش العربي السوري استطاع السيطر عليها ولكن كل ما يحرر قرية عم يلاقي هذه الأنفاق أنا في تقديري هذه المنطقة تضييق بالتدريج اليوم سيطر الجيش السوري على رسم العبد ورسم العبيكي هذا السهم يشير إلى هذه المنطقة التي سمت السيطر عليها في وسط هذه المنطقة المضللة بالأسود التي يسيطر عليها داعش يعني هي مسألة أيام وربما أسابيع قليلة وننتهي من هذا الجيب وتصبح كل هذه المنطقة طبعا ولكن مثل ما بده وقت يعني بده وقت لأن هؤلاء مطوقون ومحاصرون ويقاتلون حتى النفس الأخير اليوم التطور الأبرز ولا مشر إليه محمد هو سيطرة النسرة وهذه من عرضها هذه سنعرضها بعد قليل فقط في المنطقة الجنوبية هناك أيضا تطورة طبعا هنا برجم الحدل على الحدود قريبة من الحدود الأردنية السورية وبريف دمشق الجنوب الشرقي الجيش العربي السوري سيطرة على أربع مواقع بين رجم الحدل ورجم بكر ومجموعة نقاط وخبرة بكر كله في هذه المنطقة سيد العميد هذه المنطقة تشهد أيضا استسلام لكثير من المجموعات الإرهابية يعني هناك مجموعات تريد أن تتصالح مع الدولة السورية أيضا فبرأيك هذه المنطقة كيف ستتأثر إجابا بالنسبة للجيش الشرقي؟ طبيعا يعني بعد هناك كل هذه المنطقة عمليا أصبحت شبه فارغة من المسلحين هذه المنطقة التي كانت رسم حواليها الأمريكيون خطوطا حمراء بعمق 60 كيلو متر أو بدائرة شعاعة 60 كيلو متر من التناف ومثل ما ملاحظين الجيش العرب السوري لم يتوقف لازال يخدم هذه المناطق بالتدريج لم تعد تشكل خطرا كبيرا على القوات السورية الموجودة في المنطقة لذلك الجيش السوري يتمهل هو يوميا يتقدم على نقاط على الحدود بالأمس سيطرة يعني منذ عدة أيام سيطرة على أربع مخافر حدودية من النقطة 73 للنقطة 77 في هذه المنطقة اليوم سيطر على كل هذه المنطقة وصولا إلى رجم الحدل طبعا هذه المنطقة أنا في تقديري سيمتهي الأمر منها لاحقا لأن كل المسلحين الموجودين في هذه المنطقة قسم منهم مغوير الثورة انتقلوا إلى الشدادة في ريف الحسك الجنوبي هنا الشدادة هاي الشدادة انتقلوا إلى الشدادة بهدف زجهم في معركة شرق الفرات وقسم آخر يعني انسحب إلى الأردن وخاصة قوات أحمد العبدو وأسود الشرقية وأيضا هناك بعض الجماعات التي استسلمت الجيش العرب السوري لا زال هناك جماعات متفرقة ليس لها وزن تكتيكي في المسرح العمليات منتقل الآن إلى التطور في الشمال الذي كنت ستتحدث عنه وهو ما يتعلق بهيئة تحرير الشام أو ما يعرف بالنصرة هاجمت هذه الهيئة بلدة دارة عزة في ريف حلب الغربي بسوريا لاستعادة للمحكمة الشرعية من كتائب ابن تيمية التي أعلنت انشقاقها عن الهيئة أمس وكانت هيئة تحرير الشام قد أعلنت تعيين قائد جباة النصرة أبو محمد جولاني قائدا عاما للهيئة بعد قبول استقالة أبو جابر الشيخ البيان الصادر عن هيئة تحرير الشام أكد أن الشيخ سيتولى مهمات رئاسة مجلس الشورى وجاءت استقالته بعد ساعات من أعلان كتائب ابن تيمية في ريف حلب الغربي انشقاقها عن هيئة تحرير الشام سيد العميد إذا أردنا أن نشاهد الخريطة لهذه المنطقة دارة عزة كانت تسيطر عليها كتائب ابن تيمية وواضح أنه سيحصل فرز أكبر في المرحلة المقبلة خصوصا بين الفصائل التي مبدئيا تتمول من تركيا وتريد أن تندرج ضمن إطار اتفاق أستانا أو مناطق خفض التصعيد فبدأ الفرز الآن ولكن يبدو أن هيئة تحرير الشام هي أقوى من هذه الفصائل الصغيرة صحيح أنا في تقديري حتى الآن لم تتخلى تركيا كليا عن شوفة تحرير الشام أو عن هيئة تحرير الشام أو عن النصرة القاعدة في بلد الشام ولكن لذلك هي تحاول أن تصبغ عليها كل فترة اسما مختلفا بهدف تغيير هويتها لتصبحها أمرا مقبولا دون شك ولم تتوقف الاتصالات برأي بين تركيا وهذه الجماعات بهدف تغيير خطابها والانضواء تحت موضوع خفض التصعيد ولكن هذا المؤكد سيبقى هناك جماعات داخل النصرة لن توافق على وقف التصعيد ولم توافق على هذا الأمر مع تركيا لذلك أنا في تقديري هناك معركة هناك صباق بين الموقف التركي الذي أدخل قوات شرطة عسكرية من معبر بيب الهوى إلى الأراضي السورية بهدف الإشراف على مناطق وقف التصعيد هذه معبر بيب الهوى على جماعاته في هذه المنطقة ولكن مثل ما قالت هناك صباق مع النصرة النصرة برغم من الإشقاقات التي حصلت حصل إشقاق منذ فترة جيش أحرار الشام نعم نشق عن هيئة تحرير الشام واليوم كتائبة من تامية شقت عن أعلنة انسحابها هذا بضغط تركيا وبتأثير تركيا لإجبار الجميع على الالتزام بخفض التصعيد لذلك الدليل أنه هناك جماعات لا ترغب في ذلك أنه هيئة تحرير الشام هيجم الدار عزة دار عزة هي على الحدود بين ريف حلب الغربي وقريبة من ريف إدلب الشمال الشرقي هي الدار عزة وسيطرت على مقر المحكم الشرعي اليوم بعد الظهر وسقطت دارة عزة على كل حال لنقى نظرة على هذه المنطقة الخضرة هناك أخضر غامق هذه المناطق سيطر الداعش والأخضر الفاتح هو سيطرة باقة تنظيمات المصنفة معتدلة لا بس ليس بما فيها هيئة تحرير الشام ولكن تلاحظي أن هناك جيوب نحن نرسم هذه المنطقة الخضرة الفاتحة لاحظة هذا الجيب هنا هناك جيوب لا زال جيوب للنصرة جيوب مؤيدة للنصرة لا عفوا أنت تقصد الأخضر الغامق هو النصرة لأن كل داعش أعتقد النصرة أو هيئة تحرير الشام والأخضر المناطق أحرار الشام ونوردينزينكي طبعا طبعا هي عمليا هي إدلب وريف حماس شمالي ريف حماس شمالي يدخل ضمن هذه المنطقة وريف حلب الغربي لأنه دارت أزه هي بريف حلب الغربي لازال هناك مساحة من ريف حلب الغربي والجنوبي ضمن هذه المنطقة هذه منطقة تشمل إدلب وريف حلب الغربي والجنوبي وريف حماس شمالي سنذهب الآن من سوريا إلى العراق حيث باشر جهاز مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي اقتحام ناحية الرشاد في قضاء الحويجة تزامن ذلك مع تقدم القوات العراقية في اتجاه منطقة كنعان بمحاذاة مرتفعات مكحول حيث انتشرت كتائب ودبابات الجيش العراقي هذا وقد نشر إعلام الحشد الشعبي شريطة فيديو رجولة نائب رئيس هيئة الحشد أبو مهدي المهندس في الحويجة الفيديو يظهر المهندس وهو يطلع على أوضاع الجنود وسير المعارك في تحرير الحويجة وخرائتها ترجمة نانسي قنقر والآن سنذهب إلى زميلنا عبدالله بدران مراسل ميادين الموجود في الفتحة شرق تكريت وهو يتابع العمليات هناك خصوصا أن الفتحة تمت سيطرة عليها جبال مكحول أيضا مناطق هامة بالنسبة للقوات العراقية والحشد الشعبي للتقدم نحو الحويجة قد حلت ظلام في المنطقة التي أنت متواجدت فيها تحديدا موجود في الزاب عبدالله كما فهم اشرح لنا أو ملخص هذا اليوم الميداني كيف كان بالنسبة للعمليات السيطرة على الحويجة نعم لنا بالفعل القوات العراقية اليوم اندفعت بجناحين شرقي وغربي الجناح الشرقي هو الذي اندفع بمحادات مكحول لجهاز مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية من الضفة الشرقية والغربية لنهر دجلة تقدمت القوات العراقية من مفرقة العلي تقدمت بعمق وصلت إلى منطقة الفتحة أنجزت مهمة السيطرة على مجمع القصور الرئاسية في مرتفعات مكحول هناك بعض المفارس طبعا وهي مفارس إعاقة لمسلحي داعش استهدفت تحركات القوات العراقية على اعتبار أن القوات هي في سفح الجبل ومسلح التنظيم يحاولون البقاء عند المرتفعات وبالتالي كان لابد من دور حاسم للطيران الحربي وطيران الجيش لمواكبة القوات العراقية كذلك دور أكبر للدرع العراقي كدبابات الفرقة المدرعة التاسعة من أجل السيطرة على المرتفعات خصوصا عند حمرين وعند مكحول كلا المرتفعين يلتقيان بمنطقة الفتحة منطقة الفتحة كما وصفتها هي منطقة حاكمة ونقطة مواصلات مهمة ما بين كاركوك وصلاح الدين تتصل بحمرين التي تصل إلى محافظة ديالا وكذلك في جنوب شرق محافظة النينوة فيها مصبات للمياه فيها نهر دجلة فيها منطقة الحراريات المحطة الحرارية في كهرباء بيجي وهي تشرب أيضا على مصفات بيجي وبالتالي هي منطقة اقتصاديا مهمة حاول داعش البقاء فيها واستمات من أجل أن يبقى محتلة لمنطقة الفتحة وفجر جسر الفتحة الرابط بينها وبين بيجي هذا بالنسبة للمحور الغربي بالنسبة للمحور الشرقي اندفع بعملية مباغتة من قبل جهاز مكافحة الإرهاب والحجد الشعبي والحجد التركماني بمناورة كانت القوات العراقية قد أعدتها وفاجأت داعش عند منطقة الرشاد ناحية الرشاد تتبع الحويجة كقضاء وبالتالي حررت القوات العراقية 13 قرية بسرعة وخلال ساعات تمكنت من اقتحام دفاعات داعش في الرشاد دخلت الرشاد حررتها اندفعت أكثر في العمق استعادت مطار الإطباع وهو مطار عسكري في منطقة الرشاد بينها وبين منطقة الرياض وهكذا نجحت مناورة القوات العراقية عندما حاول داعش أن يبقي وجود العسكري وتعزيزاته في منطقة الفتحة خسرها وتفاجأ بالضربة التي تلقاها في المحور الشرقي من العمليات بالتالي القوات اقتربت أكثر من الحويجة استعادت عملية الناحية من الناحية الإدارية اقتربت واستعادت منشأة هي مطار الإطباع وبذات الوقت مدفعية الجيش العراقي ومدفعية الشرطة الاتحادية هي متمكنة من دفاعات داعش في ناحية الرياض التي تتمع قضاء الحويجة شكرا عبدالله بدران مرأس الميادين كنت معنا إذن من أزاب شكرا جزيلا لك سيد العميد نذهب إلى الخريطة الآن لنفهم أين تقع جبال مكحول الفتحة أهمية السيطرة على هذه النقاط طبعا ذكرها زميلنا عبدالله بدران ولكن أنت أيضا تستتوسع أكثر لنفهم كم من الصعوبة بعد ربما أمام القوات العراقية والحشد الشعبي للوصول إلى السيطرة بشكل كامل على الحويجة يعني نحن لازلنا في المرحلة الثانية من أصل ثلاث مراحل أعتقد أن الخطة العراقية تتضمن ثلاث مراحل للسيطرة على الحويجة أريد أن أشير إلى أن المناطق التي تم تحريرها هي هذه المنطقة الواقعة شمال نهر الزاب هذا نهر الزاب نعم هذه المنطقة إلى شمال نهر الزاب هذا المثلث الذي واصل إلى الشرقات جرى تحريره ثم جرى تحرير المنطقة منطقة الفتحة هذه النقطة الحمرة هي منطقة الفتحة هي ألتقاء جبال حمرين مع مكحول طيب اللون لا أدري ما هو هو للجيس العراقي واللون الأسود هو داعش نعم صحيح لذلك ملاحظة حتى هذه المنطقة وصولا إلى هذه الطريق الزرقة الزرقة والعلم هذه الطريق إلى الجنوب كانت هذه المنطقة كلها يسيطر عليها داعش عاليا المنطقة ضاقت إلى هذه البقعة السوداء يعني عمليا تم تحرير أكثر من 60% من قضاء الحويجة خلال يعني خلال أسبوع من العمليات ومثل ما شفنا أنه بعدنا لازلنا في المرحلة الثانية واليوم الجيش دخل إلى الرشيد سأنتقل إلى الصورة المقررة أكثر هاي الصورة الخليطة هل يمكنني أن أسألك وأنت تشرح أيضا ما عوامل السيطرة السريعة للقوات العراقية والحشد الشارعين طبعا يعني داعش كان في هذه المنطقة مقطوعا عن كل إمداد من أي منطقة والجيش العراقي حشد قوات في المنطقة كافية للقيام بهجوم واسع وسريع لأن القوات العراقية المحتشدة في هذه المنطقة كانت بحجم فرقتين يعني هون هذه المنطقة مسألة وقت طبعا طبعا يعني هذه المنطقة انتهت يعني المعركة المعركة بدأت المراحل تسير بن سيابية نحن في المرحلة الثانية عندما نصل إلى المرحلة الثالثة أنا أعتقد يعني خلال أقل يعني خلال أيام أيام يعني لا يعني أربع خمسة أيام ربما تكون أسبوع أو أسبوعين حدا أقصى وننتهي من الحواجة أنا قلت كل هذه المنطقة اللي تعادل ستين بالمئة وصولها إلى طريق الزرك اللي شرحته تحت هنا بالجنوب كله تم تحريرها واليوم هلأ يعني نحن بحجم 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 بحج دخل الجيش العرائي وقوات الحجر الشعبي إلى الرشاد هي الرشاد وهي منطقة الرشاد وتمت السيطرة عليها وعلى المطار إلى الشمال الغربي من الرشاد أيضا هي منطقة الفتحة داعش كان يعتقد أن التقدم سيطم من منطقة الفتحة باتجاه الرشاد ولكن القوات العراقية فجأت من جهة الشرك باتجاه الرشاد وسيطرت عليها بسرعة هذا نهر الزاب قطعت القوات العراقية وسيطرت على جزء من جنوب شرق نهر الزاب هنا في هذه المنطقة طبعا ملاحظة هي المنطقة الرماد الفاتح أو الأسود الفاتح يعني هذه منطقة مفتوحة نسبيا والمنطقة الغامة هي منطقة جبلية لذلك القوات العراقية ماذا يعني منطقة سهول تقصد؟ منطقة منطقة منبسطة خلينا نهر الزاب منبسطة تستطيع الدروع أن تتقدم يعني القوات العراقية والأسلحة الثقيلة تستطيع التقدم لذلك الرشاد هي جموع مجهة الشرق المرحلة الأخيرة هي الأصعب على اعتبار أن الطبيعة الجغرافية في هذه الجبال المرحلة الأخيرة هي الدخول إلى الحويجة الحويجة لم تعد بعيدة جدا لاحظي هنا يعني اقتربت القوات العراقية هنا بعد قطعت نهر الزاب اقتربت المنوع الحويجة وهي حاليا موجودة في منطقة الفتحة التي أشار عليها عبدالله بدران كان يتحدث عن هذه منطقة الفتحة التي هي التقاء جبال حمرين المنتدة وهي جبال حمرين وهي جبال مكحول الفتحة هي التقاء سلسلتين جبال مكحول وحمرين طبعا العملية أنا أعتقد المرحلة الثالثة ستكون التقدم باتجاه الحويجة على أكثر من اتجاه من اتجاه نهر الزاب ومن اتجاه الفتحة سيتم الهجوم على الحويجة حاليا ضاقت المساحة أنا يعني بعد ما دخلوا إلى الرشاد أعتقد أن المساحة المتوقية تزيد عن 30% من مساحة منطقة الحويجة نحن في هذه الميدانية ننتجه شرقا على ما يبدو بالجغرافية لأن بدأنا في سوريا ذهبنا إلى العراق والآن سنذهب شرقا أكثر إلى إيران حيث بدأ الجيش الإيراني اليوم المرحلة الثالثة من التدريبات العسكرية التي انتلقت الأسبوع الماضي تحت اسمي مناورات القوة التدريبات تجرى في المنطقة الغربية لإيران على الحدود مع أقليم كردستان العراق بمشاركة عسكريين عراقيين وبحسب التلفزيون الإيراني تسعى التدريبات إلى زيادة وحدة الدول الإسلامية وتعاون الشعوب والمذاهب المختلفة في وجه ما يسعون إلى التفرق السيد العميد سنتحدث عن هذه المناورات معك على هذه الخريطة تظهر هنا الحدود العراقية الإيرانية وطبعا هذه الحدود حدث عن المناورات على الحدود مع كردستان العراق تحديدا هذه الأصفر هو منطقة كردستان العراق وهذه المنطقة الرماد الفاتح هو الحدود الإيرانية هذه إيران هنا هذه إيران هذه منطقة ماريفان وباني ومعبر ربط هناك أيضا معابر أخرى ولكن معبر ربط هو المعبر الرئيسي وكل هذه المعابر أقفلت حاليا المناورات تجري هنا في منطقة ماريفان ولكن بمشاركة بعض العناصر العراقية يعني بغض نظر عن حجم القوات المشتركة نحن فهمنا أن المرحلة الثالثة هي إيرانية بدرجة أولى ولكن فيها عناصر عراقية الإيرانيين بدأوا بالمناورات منذ حوالي أسبوعين حاليا القوات العراقية انضمت إلى القوات الإيرانية للقيام بالمرحلة النهائية بمناورة مشتركة المناورة تجري بين الجيش العراقي والجيش الإيراني عمليا الجيش العراقي حاليا سيحيط بالحدود بحدود كردستان من الجهة الإيرانية عبر إيران ومن الجهة الشمالية عبر تركيا. ونحن نعرف أن الأسبوع الماضي يعني الأربعة الماضية كان هناك مناورات بين الجيش العراقي والجيش التركي عند معبر الخبور في شمال كردستان. هذه المناورات هي توجيه رسائل أن كل الخيارات مفتوحة وأن الحكومة العراقية بالتنصيق مع تركيا وإيران لن تمرر موضوع الاستفتاء. الضغط العسكري ليس بالضرورة. هذه المناورات هي رسائل ولكن ليس بالضرورة أن تؤدي إلى الحرب ولكن هناك تواجد عراقي على الحدود ولكن ليس على المعابر المعابرية لكردستان كانت المعابر كل المعابر المطارات والمعابر الحدودية كانت مستلمتها لبشمركا لتستفيد من الإيرادات التي تدرها عليها هذه المعابر وهذا كان الخلاف مع الحكومة العراقية. العكومة الحراقية تريد حسب الاتفاع وحسب الدستور يجب بدولة اتحادية يجب أن تسيطر الدولة على المراكز الرئيسية لا أن تسيطر عليها قوة البشمركا ولا الحدود. لذلك اليوم يجري الأمر كما يجب أن يكون. لأن الحدود مسؤولية السلطة الاتحادية الدولة الاتحادية. ما رأيك أن نذهب أيضا لنشاهد أو نضيئ على مسألة أن هذه التدريبات تتزامن مع محادثات عسكرية لرئيس هيئة أركان الجيش التركي في إيران خلوصي أكار. تناولت ملفات عديدة ومنها طبعا استفتاء كردستان العراق والأوضاع في سوريا. هذه الزيارة أيضا تأتي بعد زيارة رئيس هيئة الأركان أيضا العراقية. ولكن أيضا هي تسبق زيارة رئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى إيران. المرتقبة إلى إيران. نشاهد ماذا قال رئيس هيئة الأركان في إيران. إيران وتركيا ستوسعان تعاونهما العسكري. مواقفنا من استفتاء شمال العراق متطابقة. لقد بحثنا أيضا محاربة الإرهاب. واتخذنا قرارات مهمة ومناسبة. إذن هذا كان جزء من ما تحدث به رئيس هيئة الأركان الإيرانية في هذا المقطع الصوتي. ولكن الآن سنذهب إلى المزيد حول هذه الزيارة ومحادثة فيها مع زميننا حازم كلاس الذي ينضم إلينا الآن من تهران. ولكن قبل حازم نستمع أيضا إلى رئيس هيئة الأركان التركية. ماذا قال في هذا اللقاء؟ في ظل حساسية الأوضاع في المنطقة نتعاون وننصق في إطار المشتركات بيننا لتعزيز التعاون العسكري. إلى حازم كلاس الآن. مرسل ميادين حازم. هذه الزيارة طبعا مهمة جدا وكما قلنا تماهد أيضا لزيارة الرئيس التركي إلى تهران. أخبرنا عن حيثياتها. عن مواقفها. في إيران كيف قريت؟ نعم لنا. في الحقيقة هذه الزيارة كما نقول هي زيارة تضع العلاقات الإيرانية التركية في مرحلة غير مسبوقة من التعاون خاصة على الجانب العسكري. العديد من الملفات موضوع على الطاولة. الإيرانيون ينظرون بارتياح كبير إلى هذه الزيارة. يبدو أن هذه الزيارة كانت عملية بشكل أكبر بعد الزيارة التي قام بها رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية. اللواء محمد باقري إلى تركيا قبل شهر. الآن بات الإيرانيون وخاصة الجانب العسكري يتحدث عن خرائط عمل واضحة تتعلق في الأوضاع في سوريا. خاصة ما يتعلق بمناطق خفض التصعيد. وأيضا هذا التعاون الميداني مع الجانب التركي. وأيضا عن خارطة طريق واضحة فيما يتعلق بالتعامل مع استفتاء أقليم كردستان. ونتائج هذا الاستفتاء. وأيضا ما يتعلق بمحاربة الإرهاب والمجموعات التي تصنفها كل من تركيا وإيران. على أنها مجموعات إرهابية. سواء مجموعة البيجاك أو الحزب الديمقراطي الكردستاني أو حزب كوميلة وحزب الحياة الحرة الكردي. كل هذه المجموعات الكردية التي تنشط على حدود البلدين انطلاقا من مناطق في الحدود مع أقليم كردستان. خارطة طريق واضحة وخرائط طريق واضحة في هذه الملفات. وربما أبعد من ذلك أيضا الطرفان تحدثا عن دور القوات المسلحة في إيران وتركيا لإيصال المساعدات إلى مسلمين ميانمار. بالحديث عن هذه الزيارة لا بد أن أشير إلى أنه قبل قليل التقى رئيس هيئة أركان الجيش التركي بالرئيس الإيراني حسن روحاني. وكان قد التقى أيضا بأمين سر المجلس أعلى الأمن القومي علي شمخاني. وسيجري أيضا المزيد من اللقاءات ربما مع وزير الدفاع الإيراني. ملفات كثيرة كما نتحدث لنا. ولكن يبدو أن الأهم في هذه المرحلة هو ما يتعلق بإقليم كردستان وما يتعلق بسوريا. خاصة أن الأروق الإيرانية هنا الأروق السياسية والأمنية والعسكرية تتحدث عن طلب رسمي تركي من إيران للتوسط ربما مع دمشق. خاصة بعد مرحلة أستانا 6 وهذه المرحلة الجديدة لدخول ربما مناطق خفض التصعيد. نعم هذه معلومة مهمة حازم شكرا جزيلا لك. مرسل ميادين كنت معنا إذن من العاصمة الإيرانية. الآن نذهب إلى فاصل قصير. نعود بعده لنتابع الميدانية. ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. هي ليست المرة الأولى التي وجه فيها الأمير العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. تهديدا مباشرا لإسرائيل والإسرائيليين. فما هي أبرز التهديدات السابقة مع العلم؟ طبعا أنا نتحدث عن التهديد الأخير في ذكرى عشراء. والذي هدد فيه طبعا اليهود غير الصهاينة. هدد فيه أيضا الحكومة الإسرائيلية. تحديدا بن يمين نتنياهو بأنهم سيشهدون حربا لم يشهدوا لها مثيلا من قبل. لا يفوت الأمير العام لحزب الله السيد حسن نصر الله فرصة إلا ويوجه فيها رسائل حاسمة تستهدف الوعي الإسرائيلي. رسائل تحمل تهديدات مباشرة لا تقبل التأويل. خلال حرب تموز عام 2006 أكد السيد نصر الله استعداد المقاومة للذهاب إلى حرب مفتوحة. وكان التهديد الشهير بوصول صواريخ المقاومة إلى حيفا. وما بعد حيفا. وما بعد بعد حيفا. أنتم أردتم حربا مفتوحة نحن ذاهبون إلى الحرب المفتوحة ومستعدون لها إلى حيفا. وصدقوني إلى ما بعد حيفا وإلى ما بعد ما بعد حيفا. وخلال إحياء الذكرى السنوية للقادة الشهداء عام 2010 هدد السيد نصر الله صراحة باستهداف مطار بن جوريون في تل أبيب. إذا استهدفت إسرائيل مطار رفيق الحريري في بيروت. إذا ضربتم مطار الشهيد رفيق الحريري الدولي في بيروت سنضرب مطار بن جوريون في تل أبيب. إذا ضربتم موانئنا سنقصف موانئكم. وإذا ضربتم مصاف النفط عندنا سنقصف مصاف النفط عندكم. في عام 2012 أكد الأمين العام لحزب الله قدرة المقاومة على ضرب أهداف محددة جدا في تل أبيب. وفي أي مكان في فلسطين المحتلة. مشيرا إلى أن آلاف الصواريخ ستنزل على تل أبيب إذا اعتدت إسرائيل على لبنان. المعركة معنا شعاعها على طول فلسطين المحتلة. من الحدود اللبنانية إلى الحدود الأردنية إلى البحر الأحمر. من كريات شمونة إلى إيلات. في العام نفسه أكد السيد نصر الله أن المقاومة قادرة على تحويل حياة ملايين الصهاينة إلى جحيم حقيقي. وقادرة على تغيير وجه إسرائيل. وفي عام 2013 قال الأمين العام لحزب الله إن المقاومة لن تسكت عن أي اعتداء يمكن أن يحصل على لبنان مهددا بإغراق إسرائيل في الظلام. في عام 2015 هدد السيد نصر الله بتهجير ملايين الإسرائيليين في حال وقوع الحرب. وفي عام 2016 تحدث عن خشية إسرائيل من استهداف صواريخ المقاومة حاويات الأمونيا في حيفا. ما قد يحدث ضررا يعادل ما تحدثه قنبلة نووية. أما في العام الحالي فأكد السيد نصر الله أن المقاومة قادرة على أن تطال خزان الأمونيا أينما نقلته إسرائيل. ودعاها إلى تفكيك مفاعل ديمونة النووي. كما حذر خلال يوم القدس العالمي من أي حرب إسرائيلية على لبنان أو سوريا. لأنها قد تفتح الأجواء أمام مئات ألاف المقاتلين من كل البلاد العربية والإسلامية. قدرات حزب الله القتالية عظمت خلال السنوات الماضية بحسب قادة إسرائيليين. فماذا ينتظر إسرائيل في الحرب المقبلة؟ حزب الله من أفضل جيوش الشرق الأوسط وأكثرها خطورة. هذا ما تراه إسرائيل بعد مشاركة الحزب في الحرب السورية. من البداية حارصت تلابيب على مواكبة تطور قدرات الحزب القتالية. رغم أن توقعاتها كانت تراهن على استنزافه بشريا وعسكريا. هناك شبه إجماعا اليوم في إسرائيل على أن قدرات وخبرات حزب الله القتالية تعاظمت إلى درجة أنها ستكون في الحرب المقبلة. بمواجهة جيش منظم ومدرب شارك في القتال إلى جانب الجيش السوري وفيلق القدس الإيراني والجيش الروسي. ما وفر له عتادا وتجربة قتالية لم يكتسبهما من قبل. تعاظم قوات الحزب ليس وحده ما يقلق إسرائيل. محور المقاومة يتمدد والجبهات باتت متعددة. والأطرف الذين سيشاركون في الحرب المقبلة كثر. ولعل خير الكلام ما قاله الأمين العام في يوم القدس العالمي. ويجب أن يعرف العدو الإسرائيلي أنه إذا شن حربا إسرائيلية على سوريا أو على لبنان فمش معلوم القتال يبقى لبناني إسرائيلي أو سوري إسرائيلي. هذا لا يعني أنني أقول أن هناك دول قد تتدخل بشكل مباشر. ولكن قد تفتح الأجواء لعشرات آلاف بل مئات آلاف المجاهدين والمقاتلين من كل أنحاء العالم العربي والإسلامي ليكونوا شركاء في هذه المعركة. بالأمس كان خطاب نصر الله مختلفا عن الخطابات السابقة. للمرة الأولى يخاطب اليهود مباشرة ويميزهم عن الصهاينة وينصحهم بالمغادرة وعدم تضييع الوقت. في حال أشعل نتانياه الحرب. إذن سيد العميد هذا التهديد لسيد نصر الله يترافق أيضا مع مناورات عسكرية أهمة تقوم بها إسرائيل. رسائل متبادلة واضح هذا الأمر. ولكن ما أهمية هذه الرسالة الآن للسيد نصر الله؟ يعني بالتحليل السياسي نقول أن أجواء الحرب تخيم على المنطقة. أمريكا تهدد بالانسحاب من الاتفاق النووي. وأيضا إيران تهدد أنه سنعود إلى التخصيب. وهذا سيؤدي إلى توتر. أيضا إسرائيل تهدد المقاومة وتهدد بتغيير الواقع القائم بهدف الحد من الانتصارات المتسارعة لمحور المقاومة في سوريا. وهي تعبن عن قلقها يوميا. ثم أجرت المناورات وزادت من حجم هذه المناورات. وكان آخرها المناورة الفيلقية التي شرت في شمال فلسطين المحتلة. والتي حددت أحد أهدافها ضرب حزب الله. وصرح المسؤولون الإسرائيليون بأننا في أي حرب قادمة سنعيد لبنان إلى العصر الحجري. طبعا هذا كان لابد من الرد على هذا الكلام. وخطاب السيد حسن نصر الله يدخل في إطار الرادع أيضا. لأن السيد حسن نصر الله المجتمع الإسرائيلي يثق بأن السيد حسن نصر الله لا يوجه التهديدات جزافا. لا ينطلق من فراغ. هو يمتلق القدرة على تنفيذ تهديداته. لذلك هو والسيد نصر الله يعلم جيدا بنية المجتمع الإسرائيلي والتناقضات داخل المجتمع الإسرائيلي. لذلك هو فصل بين اليهود وبين الصهاينة. وطلب من اليهود مغادرة إسرائيل فورا إلى البلدان التي جاءوا منها. لأنه لن يكون معهم الوقت للمغادرة. إذن دلعت الحرب. إذن دلعت الحرب. السيد دائما ربط الرد على إسرائيل. إذا كانت إسرائيل إذا اعتدت على لبنان. وكما هدد القادة الإسرائيليون بتدمير لبنان. هو أيضا بالخطاب أشار بطريقة غير مباشرة. أن الحزب قادر أو المقاومة قادرة على إلحاق التدمير في إسرائيل. بطريقة لن تسمح لليهود وقتها إذا فكروا بالمغادرة بمغادرة الأراضي المحتلة. هذا خطاب يدخل في إطار الردع. ها من جهة. من جهة أخرى. يعني بالتحليل استراتيجي. هل تحليل سياسي. هل ستندلع الحرب فعلا؟ يعني هل الذهاب إلى الحرب سيؤمن لإسرائيل ومن ورائها الولايات المتحدة أهدافهما؟ من ضرب المقاومة وضرب محور المقاومة؟ هل ستبقى الحرب محصورة بين طرفين المقاومة وإسرائيل؟ أم أنها ستتوسع؟ وهذا ما أشار إليه سماحة السيد. أن الظروف تغيرت. لن تكون الحرب كما كانت عام 2006. لا من جهة قدرة المقاومة نفسها. ولا من جهة أن هذه المعركة ستكون شاملة. يعني محور المقاومة. كل محور المقاومة الذي كان مستهدفا منذ عام 2011 بعد العام 2006. كان كل محور المقاومة مستهدفا وليس سوريا فقط. لذلك أن الرد سيكون كما جاء الرد من قبل محور المقاومة بالتحالف مع سوريا. هذا المحور سيتحالف في أي حرب قادمة. لذلك أنا في تقديري إذا علم الأمريكيون والإسرائيليون أن الحرب ستكون شاملة. أنا في تقديري لن يقدموا على حرب. هل لدى إسرائيل إذا دخلت الحرب القدرة على الحسم؟ ونحن شفنا أنه بحروب أصغر إسرائيل لم تستطع لها الحسم في 2006. ولا في غزة 2008. ولا في غزة 2014. أيضا هل القرار كما من أن نقول الشغلي أن الإدارة الأمريكية هل ستسمح لترامب عندما نقول المؤسسة السياسية والعسكرية؟ هل ستترك ترامب يذهب إلى الحرب؟ أو أيضا حتى القيادة السياسية الإسرائيلية والعسكرية هل ستترك نتنياهو أن يذهب إلى الحرب؟ سيد العميد سنذهب الآن إلى المحور الأخير أو آخر موضوع في هذه الميدانية. وهو تحديدا في الصومال حيث احتضنت العاصمة الصومالية مقديشو أكبر قاعدة عسكرية تركية في الخارج. خطوة تهدف كما أعلن المسؤولون عن القاعدة إلى مساندة الحكومة الصومالية في إعادة تأهيلها لجيشها. لكنها طبعا لا تخرج عن سياق اجتداد التنافس الدولي والإقليمي في منطقة تشهد مزيدا من الاستقطابات لدول الصين وتركيا وأمريكا ودول الخليج. شافعي محمد. لم يعد دور تركيا في منطقة القرن الإفريقي مقتصرا على مشاريع تنموية وإنسانية فقط. بل تعدى ذلك إلى المجال العسكري عبر أكبر قاعدة تركية في الخارج. احتضنتها العاصمة الصومالية المقدشو التي مزقتها الحروب الأهلية والفوضى الأمنية. فالصومال التي كان جنودها يتلقون تدريباتهم العسكرية في دول الجواري. ستوفر هذه القاعدة لجيشها أرضية عسكرية من خلال تخريج مسؤولين عسكريين وجنود دوي كفاءات عالية. لم يكن الجيش الصومالي موحدا في السابق من حيث التنسيق العسكري والإديولوجيا القتالية بسبب تنوع الدول التي تولت تدريبه. لكن من الممكن أن توفر هذه القاعدة تدريبات مكثفة وعقيدة قتالية موحدة ما يعني بناء جيش جديد. تواجه الصومال تحديات أمنية كثيرة. أبرزها سيطرة حركة الشباب على أجزاء شاسعة في جنوب البلد. إضافة إلى تفشي ظاهرة الإنفلات الأمنية في العاصمة. تركيا لديها خبرة في مجال مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة والجبهات المسلحة. فيمكن للجيش التركي أن ينقل خبراته إلى الصومال ويدرب غياذات الجيش الصومالي. تعتمد الصومال في حربها على الإرهاب وتأمين مقارها الحكومية على القوات الإفريقية. لكن وبحسب محللين عسكريين فإن هذه القاعدة ستغير مستقبل الأمن الجيوسياسي في القرن الإفريقي الذي يحتضن حاليا قواعد عسكرية صينية وإمريكية وإماراتية. هذه القاعدة توفر مزيد من القوات لعادة التأهيل أو بناء أفراد جديدة من الجيش الصومالي لملء الفراق الذي قد تسببه انسحاب القوات الإفريقية في المستقبل القريب. تنافس دولي وإقليمي على القرن الإفريقي. فالإمارات يمتد نفوذها العسكري من ميناء عصب الإيراتري وصولا إلى مدينة بربرة في أرض الصومال فضلا عن القواعد الأمريكية والصينية في جيبوتي لتأتي هذه القاعدة التركية في مقدشو وتمنح أنقرة امتيازات خاصة بفضل موقع الصومال الاستراتيجي. هي أول قاعدة عسكرية أجنبية في الصومال. قاعدة يراد لها أن تخرج سنويا آلافا من الجنود الصوماليين بهدف رد الاعتبار إلى المؤسسة العسكرية التي انهارت قبل عقدين من الزمن. شافع محمد مقدشو الميادين. إذن هذه القاعدة قد تكون مفيدة عسكريا بطبيعة الحل الصومال. ولكنها أيضا كما قال زميلنا شافع محمد على المستوى الجيو سياسي. الجيو استراتيجي هي أيضا مفيدة لتركيا. أمسا كذلك سيد العميل. بالنظر إلى موقع مقدشو أيضا على الخريطة. طبعا مدى الفائدة هذا مسألة فيها بحث. ولكن في الخريطة ملاحظة الاحتشاد الدولي في جيبوتي. يعني جيبوتي هناك على طبق قرب بضيك باب المندب. وفي خليج عدن مشرف على خليج عدن هناك عدة قواعد. هناك قاعدة صينية بحرية. هناك قاعدة أمريكية وقاعدة فرنسية. وأيضا هناك بحث من الإمارات لإقامة قاعدة في أريترية. وأيضا الإمارات موجودة في عدن وموجودة في جزيرة سقطة. تركيا تريد أن تكون أيضا موجودة في المشهد. ويعزز مصداقيتها أنها لاعب أساسي أيضا في أمن المنطقة. لذلك تطمح أن يكون لها دور في هذه المنطقة. تماما كما تعتقد أنها لها دور في الخليج من خلال التدخل في الأزمة بين دول الخليج. بين قطر والسعودية وأرسلت قوات إلى قطر. هذا طموح أردوغان ليكون لاعبا أساسيا في الخليج. ولاعبا أساسيا أيضا في المحيط الهندي. هذه القاعدة في مقاديشو عمليا بعيدة عن بحر العرب. وحاليا أهداف وجود هذه القاعدة المعلنة هي تدريب القوات السومالية. لأن تركيا اشتركت بمؤتمر لندن. اشتركت فيه بريطانيا والإمارات. وتركيا بهدف تدريب الجيش السومالي لمواجهة حركة الشباب السومالية. يعني القاعدة في القرن الأفريقي. ولكن الهدف الأكبر هو... نعم طبعا الطموح التركي للعب دور. أنه هي جزء من أمن هذه المنطقة. شكرا سيد العميد دكتور محمد عباس على اندوم ميكلانا في هذه الميدانية. التي سنعيد الآن تذكير بعنامية. عشرة شهداء ونحو عشرين جريحا بتفجير إرهابي المزدوج في حي الميدان بدمشق. القوات العراقية المشتركة تقتحي مناحية الرشاد. وتواصل تقدمها في قضاء الحويجة. تدريبات عسكرية إيرانية بمشاركة عراقية على حدود إقليم كردستان العراق. وكان في فقرة استراتيجيان أبعاد تحذيرات السيد نصر الله الأخيرة لإسرائيل. واعتراف قادة تل أبيب بتعاثم قوات حزب الله. وللمرة الأولى في القرى الإفريقية توركيا تفتتح قاعدة عسكرية في السومال. للمزيد من الأخبار والتقارير. يمكنكم زيادة موقع الميدان على الإنترنت باللغتين العربية والإسبانية. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. اشتركوا في القناة